في سوريا مشاهدين اختال مجهولون ناشطين بارزين في بلدة كفرنبل التابعة لمحافظة إدلب شمالي سوريا واتهم أهالي كفرنبل هيئة تحرير الشام التي تسيطر على البلدة باختيال رائد الفارس مؤسس راديو فريش المحلي وحمود جينيد مؤكدين أن مسلحين يتبعون الهيئة قاموا بإطلاق النار على الناشطين ويعد الفارس وجينيد من أبرز الناشطين في بلدة كفرنبل وسبق أن تعرض الفارس لمحاولة اختيال في عام 2014